حث مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد وفدي المحادثات اليمنية في الكويت إلى بذل كل الجهود الممكنة للتوصل إلى اتفاق سلام مستدام في المستقبل القريب مؤكدا أن المشاورات أصبحت تقترب من التوصل إلى انفراج شامل وقال المبعوث الأممي في بيان وزعه اليوم الأربعاء نحن نقترب من التوصل إلى رؤية عامة تضم تصور الطرفين للمرحلة المقبلة وأضاف إننا نعمل الآن على تذليل العقبات الموجودة وتطرق إلى كل التفاصيل العملية لآلية التنفيذ مما يجعل الجلسات أكثر حساسية ويجعلنا أقرب للتوصل إلى انفراج شامل وأوضح أنه تم خلال اللقاءات التي عقدت الثلاثاء عقب استئنافها تداول بعض الرؤى حول القضايا العسكرية والأمنية بما فيها تلك التي تتعلق بآليات الانسحاب وتجميع القوات وترابط الشق السياسي بالإطار الأمني مع دراسة معمقة لكيفية تزمين الأحداث في المرحلة المقبلة وتابع ولد الشيخ إن محادثات السلام دائما معقدة وتتطلب وقتا ولذا على الأطراف اليمنية بدل كل الجهود الممكن للتوصل لتحقيق تقدم من أجل تخفيف العب الملقى على عاتق الشعب اليمني يأتي ذلك في الوقت الذي سيقدم الموفد الدولي في وقت لاحق اليوم إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي في جلسة مغلقة حول سير المشاورات التي انطلقت في 21 من إبريل الماضي في الكويت ترجمة نانسي قنقر